اشتركوا في القناة معرضي تاريخ التلفزة التونسية في عيدها الخمسين وقفة للتأمل والتقييم الانتلاقة في نشرتنا اليوم تكون من ملف الفصفات فتوفير شروط السلامة المهنية والحد من انعكاسات الانبعاثات الغازية مطالب نادى بها عملة معمل لمضيل واحد من المجمع الكيميائي التونسي بقفصة احتجاجات اثرت على سيري انتاج الفصفات تعطل الانتاج بمعمل لمضيل واحد تابع للمجمع الكيميائي التونسي على اثر احتجاجات ينفذها العمل المطالبين بتوفير شروط السلامة المهنية والحد من تأثيرات الانبعاثات الغازية على صحتهم نطلب من ادارة طب الشغل والصندوق الوطني للتأمين على المرض بزيارة للمعمل داخل الوحدة في المضيلة لرسط الاخلالات الموجودة على مستوى الصحة والسلامة المهنية والمركب الكيميائي ندعو اليوم في الوقفة هذه ان يتم انشاء وحدة سيكوريزم عاجلة في وسط المعمل مختصة في الحرائق وتوفير الامكانيات اللازمة لهذا الشيء انشاء مستشفى متعدد الاختصاصات بما فيه وحدة للحرائق كما موجودة في اسميطار تعبن عروس ادارة المجمع الكيميائي التونسي بولاية جفصة اكدت سعيها للنظر في مطالب العمل مع سلطة الاشراء وتصنيف المجمع الكيميائي التونسي ضمن شركات ذات الاعمال الخطرة والمضنية والملف هذية معناها بزيارة كذلك بسدد الدراسة حوادث الشغل كيف كيف نحاول نعمل تسوية تسناد المنحة حوادث الشغل وللحد من التلوث الناجم عن نشاط وحدات معمل لمذيلة انطلق المجمع في تنفيذ برنامج شامل للتأهيل البيئي هو برنامج يخص المجمع الكيميائي التونسي بصفة عامة البرنامج انطعنا في جابس كمجمع الكيميائي التونسي أخيرا معنا توقع امضاء عقد مع شركة ماكس معنا هذه الامتصاص المضاعف للوحدة الحامض الكبريتي عن مشروع آخر زادة هو مع السخيرة وصفاقص والمذيلة مطالب حارقة لعملة المجمع الكيميائي التونسي بالمذيلة يقابلها شلل في دورة الانتاج منذ يومين وضع اجتماعي متوتر فرضته المخاطر المهددة لصحة العمال وسلامتهم ومع الاحتجاجات دائما ولكن في مدنين حيث نفذ اليوم اهل حس عمر والدرغولية والسويتير وحس مدنين اضرابا عاما بالجهة احتجاجا على تقسيم الجديد للبلديات واعتبروه تقسيما ظالما مؤسسات تربوية اغلقت ابوابها امام تلميذها اضافة للمحلات التجارية وعدد من الادارات العمومية المتوفرة في اربع عمادات من مدينة مدنين نفذ سكانها اضربا عاما رفضا منهما لقرار التقسيم الجديد للبلدية وانضمامهم الى بلدية بغرارة من ولاية مدنين نطالبنا باحداث بلدية بحس عمر انا اش ضد اعطاء البلدية البغرارة لكن الاسباب لوقاع اعطاء البلدية البغرارة هو اضراج عمادات حس عمر ودرغولية والسويتير وحس مدنين هذا يتجلي يقع احداث بلدية جديدة في بغرارة انا حس عمر هذه من العشرات السنين احنا نطلب بها البلدية سكان هذه العمادات الاربع وهي حس عمر وحس مدنين والدرغولية والسويتير استنكروا كذلك عدم تشريكهم في اتخاذ قرار التقسيم البلدي الجديد مطالبنا السلطة المعنية تدخل لابطالي هذا القرار وهذا التقسيم هو لا يطابق اللا مركزية الذين هم ينادون بها ويريدون تركيزها بالنسبة للتقسيم هذا هو تقسيم سياسي ونحن نوجه رسالة لرئاسات الثلاث ان يدخلوا فيها للعملية السلطة الجهوية بمدنين تحاورت مع ممثلي هذه المناطق وترحت الاشكال على وزارة الشؤون المحلية لكن يبقى القرار على مستوى المركز حسب ولمدنين هو اولا ما فماش اضراب عام في حاسي عمر فم احتجاج والبلديات ماش فقط جغرافيا ونسيج اجتماعي البلديات الجديدة خاصة والبلديات بصفة عامره ايضا موارد واساسا موارد لانه اذا كان في كل بقعة نعمل بلدية وبعد نقعد نتفرج فيها البلدية ينزمها معدات ينزمها جرايات متاع المواضفين ينزمها موارد وفي صورة عدم تدخل لابطال هذا القرار اكد سكان هذه المناطق انهم سيصعدون احتجاجاتهم وسيدافعون عن حقهم بكل اشكال الدفاع المشروعة حسب قولهم امنيا تدول اشتماع المجلس الاعلى للجيوش الذي التأم اليوم بقصر قرطاج باشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي القائد الاعلى للقوات المسلحة في تقييم الوضع الامني بالبلاد وخاصة فيما يتعلق بالوضع على الحدود واكد وزير الدفاع الوطني فرحة حرشاني في تصريح اعلامي حرس المجلس على مواصلة دعم المؤسسة العسكرية بمعدات حديثة وتعميق التعاون مع البلدان الصديقة والشقيقة في مجالي الاستعلامات ومراقبة الحدود كما تطرق المجلس الاعلى الى تحسين ظروف المعيشية للعسكريين وتصنيع العسكري واخر التحضيرات لاحياء الذكرى الستين لانبعاث الجيش الوطني في موضوع التهريب فدى ناطق رسمي باسم وزارة الدفاع الوطني المقدم بالاحسن الوسلاتي ان احد المهربين وصيب صباح اليوم بطلق ناري على مستوى رجله بالمنطقة العسكرية العازلة بتطوين على بعد 16 كم من منطقة ذهيبة نقل على اثرها الى المستشل الجهوي لتلقي الاسعافات اللازمة وضف المقدم الوسلاتيان دورية عسكرية مشتركة عاملة بالمنطقة الحدودية العازلة رصدت سيارتي تهريف فقامت باطلاق عيارات نارية لاجبارهم على التوقف مما اسفر عن اصابة سائق السيارة الاول على مستوى رجله بعد ان رفض الامتثال لاشارة التوقف كما تمكنت فرقة الحدود البرية تابعة لوحدات الحرس الوطني بمطمط من احباط عملية تهريب لكمية هامة من الالعاب النارية او ما يعرف بالفشيكة وقد تم نصب كمين على اثر وروج معلومة تفيد باعتزام اشخاص تهريب كمية من الالعاب النارية في الليلة الفاصلة بين 29 و 30 ميه وردت علينا معلومة مفيدة اعتزام مهرب نقل كمية من الالعاب النارية عبر احد المسار الكفلاحية الوعية بمطمطة تم ور الغرب نصب كمين بالمسلك المذكور واجبار السيارة على الوقوف ليتبين انها تحمل لوحة منجيمية غير مطابقة لرقم الهيكل كما انها محملة ببضاعة تتمثل في 3700 قطعة من الشماريخ اي الالعاب النارية قدرت القيمة الجملية المحجوز ب470 الف دينار تم مراقبة هذه المسالك مع الدوريات الفجئية كما نعمل ايضا على العمليات الاستباقية واستقاء المعلومة في خصوص تحركات المهربية في موضوع اخرى وحرصا على تدعيم الحريات ومنهضة التعذيب جددت المنظمة العالمية لمنهضة التعذيب وبالاشتراك مع الفرح الجعوي للمحامين بسيدي بوزيد جددت الدعوة الى ضرورة حضور محامية المتهم تيلة فترة الاحتفاظ تفاديا لممارسات قد تنتهك حرمة الانسان جريمة التعذيب ان وقعت على الموقوفين اثناء الاحتفاظ تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان محمد الناصر علوي مواطن من سيدي بوزيد يؤكد انه مر بمثل هذه التجربة المريرة منذ سنوات تعرضت للتعذيب من طرف وحدات التدخل الحرس الوطني بسيدي بوزيد نوع التعذيب شنوع؟ على اثر مداهمة ليلية نوع التعذيب كان وحشي وتعرضت الضرب عليهم بالغاز بالبونية بالعصية الزيتين ووقتهم عندهم مش ما تركضوا فيه بعصية الزيتون وطبعا رئيس المركز هنا اللي التسطر على هذه الجريمة وقع توجيه تهمة ليلة كيدي اللي هي تهمة الاعتداء على الموظف اهمية حضور محامي المتهم اثناء فترة الاحتفاظ مثلت محور ندوة علمية نظمتها المنظمة العالمية لمنهضة التعذيب بالشراكة مع الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد وحضور المحامي بشيكون دوره هام جدا ذلك انه بشي حقق من التقليص ومن الحط من ظاهرة التعذيب التي تتفشى يوما بعد يوم هذا القانون اولا لابد ان نشير انه لبناء هامة وهامة جدا في اطار تدعيم الحريات والحقوق للمواطنين هو قانون مهم لان المحامي يمكن له الحضور عند التحقيق مع المتهم وبذلك تجرى التحقيقات وفق ما يضمنه القانون دون تجاوزة او تعذيب ارغم تفاؤل المحامين بالقانون عدد خمسة الذي يضمن لهم الحضور مع المتهم اثناء فترة الاحتفاظ الا ان هذا القانون ما زالت تشبه بعض النقائص وفق رجال القانون المطلوب هو الساعي من طرف سلطة الاشراف الى ايجاد الاليات الملاءمة والهامة يعني المثلة ما هيش هكذا قانون سيصبح محل تطبيق بدون ان تتوفر له المعطية الضرورية بالنسبة للقانون الجديد عدد خمسة فيه برشة معناها ثغرات في خصة القانون في تطبيقه من ناحية التهيئة معناها في التكوين في المقرات للبحث في حضور المحامين مكاتب كاميرا معناها للمراقبة ثم برشة نقائص وجدير بالذكر ان تنقيحات الجديدة لمجلة الاجراءات الجزائية ستدخل غدا حيز التنفيذ وفي سياق متصل وابتداء من يوم غد ينطلق العمل باحكام القانون الجديد المتعلق بترتيب واجراءات الايقاف قبل احالة المتهم على القضاء هذا القانون مثل محور يوم دراسي حضره امنيون وخبار وقضات لمزيد تقييمه وابرازي ثغرته قبل البدء في تنفيذ احكام وترتيب القانون الجديد المتعلق باجراءات الايقاف قبل الاحالة الى القضاء يوم دراسي نظمته النقابتان الجهويتان للحرس الوطني بمدنين وتطوين بحضور عدد من الامنيين والخبراء في القانون والقضاء يوم دراسي بخصوص القانون عدد خمسة لسنة 2016 اللي ربما بعد 12 ساعة يدخل حيز التنفيذ واحد جوانا ساعة سفر القانون هذا يرد فيه عديد الصعوبات عديد الثغارات عديد الاشكاليات على مستوى الاجراءات ولو انه جاء داعما لحقوق الانسان وحريات الاشخاص لانه ترح العديد من الاشكاليات خاصة عن المستوى التطبيقي في هذا الملتقى الدراسي ترح لمعوقات مدية لتنفيذ ما جاء في القانون الجديد على الوجه المطلوب من الناحية الامنية ومن رأي القضاء واسرة الدفاع التقليص من مدة الاحتفاظ هو فهمت الله لانه باش نكونوا باش نوصلوا للمستوى ابحاث ضائلة وضائلة جدا باش نوصلوا في صراع مع الزمن مع في ظل معناه إعلام النيابة العمي بو مع ترك ثر كتابي القانون هذا يسابق بشكل كبير ياسر لواقعنا باش نحاول نتعامل معه بكل رفق لذمان حقوق الناس ذمان مفهوم العدالة في مفهومها الشامل وكذلك ضمان حقوق الإنسان إشكاليات خاصة من ناحية تطبيقية من ناحية العملية من ناحية توفير المستلزمات لتنفيذ هذا القانون ويبقى مع ذلك هذا القانون بحسب الأمنيين والحقوقيين والمختصين من قضاءة ومحامين يبقى رائدا في المنطقة العربية والإفريقية رغم ما يحمله من ثغرات إجرائية استعدادا لشهر رمضان تركز اهتمام ووزارة التجارة ومختلف الأطراف المتدخلة على ضمان حسن تزود الأسواق بالمنتجات والسلع لتستجيب لطلبات المستهلك هذه المسألة إلى جانبية نقطة أخرى كانت محور ندوة صحفية عقد وزير التجارة للإعلان عن أبرز التحضيرات قبل شهر السيار أيام قليلة تفصيلنا عن الشهر الكريم شهر رمضان الذي يشهد نسق الاستهلك فيه ارتفاعا ملحوظا تزود الأسواق بالسلع والمنتجات مع مراعاة المقدور الشرائية للمواطن عبر التحكم في الأسعار كانت أبرز النقاط التي ترحها وزير التجارة محسن حسن خلال الندوة صحفية دورنا اليومي على مستوى وزارة التجارة التحكم في الأسعار من خلال توفير العرم من خلال توفير المراقبة الاقتصادية يعني التوجع لمؤشر العام للأسعار هو نحو مزيد الإنخفاء فما اتفاقات تمت مع أصحاب المزحات التجارية الكبرى على القيام بتخفيذات تم شهر رمضان لعديد المنتجات يعني البيض المعلب المياه المعدنية المصبراء في نقاط البيع من المنتج المستهلك الأسعار ستكون فعلا من المنتج المستهلك ما يقارب عشرة آلاف تن من لحم الدجاج وأكثر من مئة مليون بيضة مخزونات تعديلية وفرتها وزارة التجارة بالتنسيق مع مختلف الأطراف تحسبا لتزايد الطلب لدينا ما يكفينا من كل المنتجات الأساسية وقمنا بالتخزينات الضرورية ودعوة مرة أخرى نقولها للشعب التونسي يعني كل شيء موجود ولا خوفها من التزويد تكثيف المراقبة الاقتصادية وضمان نجاعة عمل الفرق لمحاربة الاحتكار استوجب وضع خطة متكاملة أعلن عنها وزير التجارة أيضا الاتفاق على تكوين قاعة عمليات حتى تساعد على التنسيق بين مختلف فرق المراقبة الاقتصادية والتنسيق مع المراقبة الصحية والسلطات الأمنية اللازمة الأمر سويق تسخر بالمنتوجات والسلع وأسعار غير ملتهبة هو كل ما يريده المواطن في شهر غالبا ما يكثر فيه الاحتكار والغش وقبل أيام من شهر رمضان تشهد الأسواق في مدينة سفاقس حركية مكثفة من قبل المواطنين قصداء التزود بكل ما يحتاجونه قبل أيام من شهر رمضان يتغير إيقاع الحياة في أسواق مدينة سفاقس بيع وشراء واستعدادات خاصة لشهر الصيام نأخذوا البزارات ونأخذوا معناها بزيت زيت وشربة ونأخذوا الحم نأخذوا الحوت نأخذوا القرنيت نأخذوا الشوابي والأسعار الأسعار والله شوية شحتة غالية شوية الأسعب لخص الحم 22 دينار الكيلو العلوش الزويل ما يقدرش عليه والله يكون شيء متوفر الحمد لله والتومة أنا فمشة قبل كبير يسع على السلعة فمشين تمش لهفة لا فمش لهفة الحمد لله كل شيء موجود كل شيء مريق الحمد لله ما شاء الله معناها كل شيء متوفر البطاطة هي اللي معناها تكون الأساس بتاع القفة بتاع المواطن فمت موجودة متوفرة تزويد الأسواق بكل ما يحتاجه المواطن من منتجات والمراقبة هي هاجس الجميع طوال شهر رمضان نحن بش أن ننطلقوا من المخزونات التعديلية بالإضافة للإنتاج اليومي للجهة والجهات المجاورة التوقعات باش تكون معناها تزويد معناها المواد لكلها مشكون متوفرة بشكل كافي بأسعار معقولة أعملنا باش نوفر كل شيء بما فيهم المادة زيت النبات المدعم نسألوا على أن السوق يبقى متزود وكل ما نلاحظه نقص في مدقة تم التدخل أنت على إدارة ونزودها ويبقى سلوك المستهلك طوال شهر رمضان هو العامل الأساس في مسألة التحكم في الأسعار وذلك بالابتعاد عن اللحفة وترشيد الاستهلاك الناس كل عندها هيك شوية لهفة جوز النهار لو أنت عسيدي رمضان يوفى كل شيء بشركزوا على الأسعار بشركزوا على شكايات المواطنين اللي هما ينجم يتصلوا بنا كل عادة على الرقم 80-191 أحنا على ذمتهم أكثر حاجة أن أكدوا عليها هي معناها وعي المواطن يؤكد أغلب المواطنين أن سعر بعض المنتجات ما زال مرتفعا قبل أيام معدودات من شهر رمضان في مقابل وفرة للإنتاج قد تبعث أملا لدى الجميع باستقرار الأسعار إلى الملف التربوي الآن وإلى الامتحانات الوطنية التي يتجه نحو اهتمام وجل العائلات التونسية فقد مثل تدعيم منظومة المراقبة داخل الإدارة العامة للامتحانات بأجهزة كاميرا والربط مباشرة بقاعة العمليات بوزارة داخلية بواسطة خط هاتفي خاص مثل أحد أبرز الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة التربية على المستوى اللوجستي من أجل تحصين الامتحانات الوطنية لدورة 16-2000 البكالوريا وشهدت ختم تعليم الأساس العام والتقنية نوفيام ومنظرة الدخول للمدارس الأعدادية النموذجية سيزيام وفق ما أعلنه اليوم مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني الذي أضاف خلال نادوة صحفية حول الامتحانات الوطنية والإسلاح التربوي أضاف أنه تم تركيز أجهزة مراقبة بمراكز التجميع والتوزيع لامتحان البكالوريا وربطها بقاعة المراقبة المركزية المحدثة بمقر الإدارة العامة للامتحانات فضلا عن تركيز أجهزة تشويش على الذبدبات بمراكز الامتحانات واختناء تجهيزات جديدة للتصدي للغش الإلكتروني والتقليص من عدد المترشحين بالقاعة الوحيدة نادوة فكرية بالقايروان حول برنامج التنظيم العائلي والتحولات الديمغرافية بعد الاستقلال بمناسبة مرور خمسين سنة على إطلاق البرنامج الوطني للتنظيم العائلي والصحة الإنجابية بتونس خمسون سنة مرت على انطلاق البرنامج الوطني للتنظيم العائلي والصحة الإنجابية في تونس بهذه المناسبة احتفل الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية وذلك بمدينة القيروان نعرف البرنامج نجح على مستوى وطني أعطاه مؤشرات كبيرة برشا لكن معنا تبقى في وارق كبيرة بين الجهات واليوم أنا حطينا خمسة ولايات مبعادهم بيش نشوفوا كذلك الفرق بين الوسط الغربي والوسط الشرقي حفل الافتتاح كان أيضا فرصة لتقييم البرنامج ولضبط تصورات مستقبلية كبرنامج ما وصلناش النتائج اللي نتعملو لها مزلنا فوق الاربعين بالمئة ألف حالة ولادة حية جديدة هضمها أحلى في القرون اربعة واربعين ارتفاع موامل الحياة لدي المرأة تونسية وهذا معناتها حاجة مهمة جدا ولو أنه مزلنا فما تفاوت بين الجهات وفايات الأمهات والرضع تدني بعض الخدمات المتعلقة بخدمات في مجال الصحة بشكل عام والصحة الإنجابية حققنا نتائج لا نقولوش ما وصلناش لكن فما يعني مش يكن نحن الخدمة متاعنا إيكيب تأخذ قابلة وفرمنية في المستوصف وإنا كمرجد وشوفون نتقلوا على عين المكان للتجمعات السكنية نطلقها بالمرأة في دارها نحكيوا معها نقوموا بالتثقيف متاعها فما تجاو به في النهي معقول رغم ما حققه البرنامج الوطني للتنظيم العائلي والصحة الإنجابية من مكاسب فإن الكثير من النقاط لا زالت عالقة وتنتظر مجهودات إضافية حسب أهل القطاع في المجال العالمي وفي مثل هذا اليوم من سنة 1966 استقبل تونسيون أولى ترددات التلفزة التونسية عبر تقنيات تقليدية وكفاءات إعلامية حضرت اليوم صورها بمناسبة الاحتفال بخمسينية التلفزة التونسية في افتتاح معرض تاريخ التلفزة التونسية لتنقلنا عبر الزمن إلى أبرز محطاتها الإعلامية وبدايات التلفزة التونسية في الستينات وقد أكد رئيس الحكومة لحبيب الصيد الذي أشرف على افتتاح هذا المعرض أهمية التلفزة التونسية في بناء المشهد الأعلامي بين الماضية والخاضر تجربة ياسرة حلوة عمل كان يلم عائلة كاملة نحيي كل زمالة وزميلات والمسؤولين لكل اللي ساهموا في إنجاز هذا المشروع الكبير اللي هو التلفزة التونسية وللشباب والجيل الجديد نقل لهم العمل والعمل والنجاح شوية أكد زيادة بالإخلاص للمؤسسة وزيادة الشعور بالمسؤولية متاعكم رأوا دوركم سواء كان اللي يقدموا الأخبار ولا الفنيين ولا اللي يعملوا المنوعات دور كبير ياسر في تربية الشعب هذا ما تطور كبير ودور منها لعبته التلفزة التونسية في تطقيف التواصل بسيفة عامة والطبع منها بعض الثورات دور متحانات تطور منها ومرفق عمومي عنده دور أساسي وهام جدا بالنسبة لتطقيف وأعلام المواطن التونسي يحياء للذكرة هذه أن المعرض هذا مش يكون دائم في التلفزة التونسية واعتراف بالجميل لكل من عامل في التلفزة التونسية وأرسى فيها لبنة من لبناتها أنه مش يكون مرحب به فتاوي في تلفزته والأم في داره وهذا إن شاء الله مش يتمتع وزادة كل القدماء في التلفزة التونسية بمقر لائق يليق بهم يصفضوا بحدانا قتلوا يحبوا يفيدون بأراءهم يفيدون بأفكارهم تلاقها أجيال وبالمناسبة كدر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في كلمة دونها بالسجل الذهبي للتلفزة التونسية أن هذه المؤسسة ولدت وطنية وستظل وستبقى حرة ومسؤولة وملتزمة بأخلاقيات المهنة وبحق الشعب التونسي في أعلام حرفي ونزيه وموضوعي بفضل الديمقراطية التي تنعم بها البلاد وتوجه رئيس الجمهورية في كلمته لأبناء مؤسسة التلفزة التونسية بقوله أنتم صوت تونس وصورتها ومرآتها فلتكون الأصدق والأفضل والأجمل كما ذكر بأن أول بث تلفزي جرى يوم الخامس عشر من ديسمبر ثلاث وستين وتسعمائة وألف أي قبل ميلاد هذه المؤسسة العريقة بثلاث سنوات وذلك بمناسبة الاحتفال بجلاء القوات الاستعمارية عن بن زرت وفي ذكرى الخمسين لإنشاء مؤسسة التلفزة التونسية أصدر البريد التونسي اليوم طابعا بريديا جديدا احتفالا بهذه الذكرى ويمثل الطابع رسما للمبنى الحالي للمؤسسة ذاتها وتعد التلفزة التونسية جزءا من ذاكرة الوطنية بفضل مواكبتها لعديد الأحداث التي عاشتها البلاد ونقلها في البداية صورا بالأبيض والأسود لتنتقل إلى صورة بالألوان الطبيعية كما اعتمدت البثة الهرتزية التناظرية الأرضي لتدخل بعد ذلك مرحلة البثة الرقمية إلى موضوع آخر وبعد سنة من مرور حادثة وفاتي طفل الفرنسي ماثيو إثر سقوطي من أحدى السيارات السياحية بصحراء الجنوب التونسي عاد والداه لمكان الحادثة وقام بحفر بئر لإطفاء الضماء أطلق علي اسم بئر ماثيو تحمل إكليلا من الظهور إلى أميرها الصغير أمير الصحراء ماثيو ورغم لوعة الفراق لا تزال مريال أم الملتعة تتذكر لحظة وفاة ابنها في هذا المكان عندما سقط من أحدى الدراجات السياحية ليفارق الحياة على عين الماكين عائلة ماثيو أصرت على إعادة الحياة إلى هذه الصحراء بحفر بئر لتروي ذمأ قاسدها عندما احتضنته لآخر مرة بين ذراعي وعدته بأنه لن ينسى وفكرت في إنجاز شيء يرجع بالفائدة على هذا البلد الذي أحبه كثيرا هكذا كانت الفكرة في حفر بئر لأن الماء هو عنوان الحياة ولمزيا أردت أن تكون هذه البئر تخليدا لروحه بعد هذه الحادثات مكننا من تجاوز الأزمة وجدنا كل تعاون من قبل العديد من الأصدقاء والشركات الفرنسية في حفر هذا البئر وأشكر أيضا السلطات التونسية للتعاون معنا حادثتنا رغم ما خلفته من آلام وأحزان إلى أنها كشفت مدى تعلق السائح الأجنبي لسحرائنا التونسية نحن ياسر بالبئر هذا معناها وماهباهي طيب نقوله نحن يرد على الزائلة والناس فرحة ياسر لدينا أغنام واحد وبدوى اللي ما عندوش ينجموا يعيشوا في الصحراء من نقص الماء على خطر نقص المطر والحمد لله على خطر نحن نهملها نسيبها في الصحراء في فترة الصيف والحمد لله توبدت عندها نقص الماء جي تشرب فيها واحد محبة السائح للصحراء بتاع تونس والأرض تونس هو اللي خلاه يجي ويعود يجي تحدي عائلة ماثيو للوعة الفرق لابنهم الوحيد لم يثنيهم على بعث رسائل إيجابية عنوانها الحياة هي حب وسلام وتحابب وتآخي ومن عمق صحراء دوز يكتب السلام والتواصل وفي الختم نذكركم مشاهدين بعنوين نشاتنا قفص شلل في عجلة تاج الفصفات بمعمل مضيلة ومطالب بتحسين ظروف السلامة المهنية استعداداً لشهر السيام تكثيف لحملات المراقبة لضرب الاحتكار وحماية القدرة الشرائية للمواطن وافتتاحوا معرضي تاريخ التلفزة التونسية في عيدها الخمسين وقفة للتأملية والتقيمة نشكروا متابعتكم وفي أمان الله اشتركوا في القناة